موسيقى جولتنا الاقتصادية نستهلها بشأن المحلية حيث تشارك اليمن في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ المصرية تحت شعار بعد التعافي من الجائحة الصمود والاستدامة وقال وزير التقديد والتعاون الدولي لأن الاجتماعات بحثت عدد من الموضوعات المتعلقة بمحفظة مشاريع البنك الإسلامي في اليمن ومعالجة مسألة الدين المتأخرة ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وأشار إلى الاستهامة الكبيرة للبنك في اليمن والمتدة إلى أربعة عقود في مجالات البنية التحتية ودعم قضاء الزراعة والتنمية البشرية وكان رئيس مجموعات البنك الإسلامي للتنمية أعلن موافقة على رفع رأس ماله مطلع العام المقبل 2023 للمرة السادسة في تاريخه بمبلغ خمسة مليارات دينار إسلامية أي ما يعادل نحو سبعة مليارات وخمسمائة مليون دولار أمريكية وهما يرفع رأس المال الكلي إلى سبعة وسبعين مليارا وخمسمائة مليون دولار تجري وزارة النفط والمعادل المفاوضات مع شركة أوميذي النفطية النمساوية التي قررت الانسحاب من القطاع الستوة في حق العقلة بمحافظة شبوة لثنيها عن قرارها وشكلت وزارة النفط فريقا قانونيا وفنيا وماليا لدراسة قرار الشركة بخصوص تنازل عن الامتياز الممنوح لها في القطاع الستوة بما يحفظ حقوق ومصالح الوزارة واتخاذ لإجراءات القانونية والفنية إزاء ذلك وأكدت وزارة النفط والمعادل مجددا أن ثروة نفطية هي ملك الشعب والحكومة تمارس مهاما لحمايتها عبر الدستور وقواني النافذة ولما فيه المصلحة العامة أعلن وزير الطاقة والمعادل العمانية عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة في بلاده ستسهم في زيادة الانتاج ما بين 50 إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو الثلاث السنوات المقبلة وقال أن احتياط السلطنة من النفط الخام يبلغ حاليا 5 مليارات ومائتي مليون برميل واحتياطي الغازة حوالي 24 تلوليون قدم مكعبة وأخيرا ارتفع معدلة ضخم في تركيا إلى على مستوى لهم منذ 24 عاما في شهر مايو الماضية اتسجل 73.15% على أساس سنوية يقابل تراجعنا في سأل الليرة التي بلغ 16.50 ملي مقابل الدولار الأمريكي وفقا لبيانات موقع بلومبرغ وكشفت وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري وصل إلى نسبة 157% بقيمة 10 مليارات و680 مليون دولار مع سميرار ارتفاع قيمة واردات الطاقة اشتركوا في القناة